السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم جيد وجب لكم وصفة العريش وصفة العريش كنت شاركتها معاكم في فيديو سابق عندو بزاف هي كنت جديدة في اليوتيوب حبيت نعاود لكم باسكو شوية كانت تصوير كان ناقص كانت شوية فلوك وتنعاود لهم انسى جامي كان الناس ما فهمتش نوضح لهم اكتر واكتر في الفيديو داع اليوم البيبلي كان لي فضلوا الحلوية التقديدية على غطيت ندل لكم العرائي شوفوا هلاني قسم فيها بلاس باتشو المشي من بابل موس جي طرية الدوب في الفم قبل ما ابدأ الفيديو حبيت نحكي لكم على هاد السامسة كانت جابتها لي واحدة صديقالية سامسة تحها هاي لا جي صغيرة شوية هكا يا شابة نخدمها بالمكسيرات مكتوبة مكتوبة ديجا في الباطا بندق و لوز وجوز جي بزاف بنينة وجي مقرميشة ومش الفطاكي ما راكم تشوفوا اه ونخليكم تحت في صندوق الوصف عبز على عنوان الفيديو يخرجكم صندوق الوصف تسيبو كامل بلايس اللي قرب لها اه يعني قرب للمحل تحهم ونزيد نخلي لكم رقم الهاتف اكيد الا حبيتو اه اه تحيطن هم يجيبو لكم حتى للدار ماشي مشكل انا خبيت جابتها هكا في الكنجيرات وما كدبش عليكم بش اه ندلها نحطها في العيد بس وكما تعرفوا المعسلات كدخلوهم المقر اللي قدم لنا في برج البحري نطول ش عليكم اه نبدأوا في الوصفة بالنسبة للوصفة تعنا وش نحتاجه عندنا ثلاثة كيسان تعالفارينا ندد لكم هاد المرة بالكاس هادا اللي عندكم كامل ونقول لكم ش هاخرش لي من حبة دلاثة كيسان ممسوحين تعالفارينا كيلة نقصة اسبوعين تعالفارينا نكمل فيها بالزبدة دايبة كيما راكم تشوفو قلنا كيلة يعني هاداك الكاس نقص اسبوعين كملتو بالزبدة دايبة عندي دي جمعة ركبرت على اللحظة رشاة على الملح ملعقة صغيرة تعالفاني ونطمو الخاريط بتاعنا بالمزهر والماء دافين مخلطين ودافين لكم نحقو لديك المرحلة نحقو علاش ضروري انكم تغربلو الفارينات تعاكم غربلو تاني اللحظة اغربلو كلش انا كمية هدي خرجت لي 22 حبة ديرو حسابكم ولي حبت دير 50 حبة راني في الفيديو السابق دات لكم الكيلة تعاوزنت لكم حتى بالميزان شحال باش تخرج لكم 50 حبة ايانا عمالو انا كنت نكيل بوحد للبول تعالي شربة كنا عندي كنت دايما نكيل بيه تخرج لي 50 حبة اما بهاد الكاس قد لكم تخرج لكم 22 حبة بالنسبة الناس اللي ما عندهم مش غاشية كاين بزاف اللي ميحبوش كديرو كمية كبيرة تعالي حلبة سوختو العراج كديرو حبها في الباطا كيتروحو تمدوها للناس راحي تكفي وتوفي باسكو عداش كبيرة ضفت لي دام توعي لي كانو دافين ماشي سخونين وماشي بردين باسكو لكم يكونوا سخونين بزاف راحي يشربو لكم قاعدة كالفاريغة تسماخلوهم شوية يولو دافين بعدوش نديروهم نجون بسسوهم هكا براحت لي يدين كي ما يقولوا هكذا نحكو هاك شغل حتى نقولوا ما نشوفوش الفارينا الماء وما ظهر تعيد بفيتهم علاش بس ولك نديروها برداء مع هادي كاس من مازلو شوية سخون وكامل راحي شكل نتا كالتولات اللعبات تعنا مش راحات جيليس راح ندوب هاداك الملح في هاداك الماء والمظهر تعي ونبدأ نجمع ديرك اللعبات تعي بالماء والمظهر قلنا دافين حتى نتحصل على كرة ما يكونش فيها تشققات هدوكم ندير لكم التست شوفوا بحينيكم انا كيفاش ندير كيفاش نعرف انا بم بيديا نفيق كي تكون مخصوص عما بزرحها بالنسبة للناس اللي مشي موفا تخدم قدكم ندير هاداك التاست بغاو تلمو هاكا انا نلمو منش نعجنو انا نقطعو في العجين ابرك وحنا نلمو شوفو هنا لقيتها مخصوصة شكلت كوريا لقيت باللي فيها تشققات هنا راحي مخصوصة زي لها شوية برق شوفو شوية برق زي لها تعمل الزهر مع ماء دوكا راهي بيا شوفو ها راهي طرية ليس دوكا نكوروها باش نشوفو شوفو الكوريا كي باش راهي ليس دوكا نقطوها ونقلوها ترتاح ربع ساعة في هاداك الوقت نروح نخدم الحشو التاعي انا بالنسبة للحشو عندنا ميتين قرام تاع اللوز منقي مشي محمص ما والو ميتين قرام برق هاو ديك راح ندلو انا ربعين قرام بتاع السكر ما يعادل اثنين ملاع زوج مغارف كبار بتاع السكر ايه سكر عادي رشاد على القرفة ونضموه بالمزهر نورمال عادي مشي مسخن حتى نحصل على القرفة كما تعرفوا العرايش والكعيكعات هاد الحلويات ما يحتاجوش بزاف الحشو يعني ما يكلوش كمية كبيرة من اللوز عكس البقلاوة والزيريات وكامل نخلط الملاح كاية خلط السكر مع اللوز نبدأ نلم فيهم هاداك المزهر بالنسبة على الناس اللي ما تحبش القرفة تقدر تستغنى عنها في الوصفة نبسا حكما تعرفوا الحلويات التقليدية تعناه يحبوا القرفة راح تعطيهم نسمة هيلة متحصلوا على هاد الكرة الوز بتاعكم ما لازم تروحوه رقيق شوية بس كلو كانتروحوه خشين ما راشي تلم معاكم وراح يعتبكم في الخدمة وزنت العبات التاعي 35 العبات والحشو وزنتو 15 كرام تقدروا توزنو حتى الـ 12 كرام اللي حبت دليزي كونومي كما نقولو بس و 12 كرام راح تجي تاني هيلة نسقمو توجوغ الأطراف بس كو هادوك الأطراف لكم ما نسقموهمش كي تشكلوا الحبار حيقوعدو رقوم هكا كمتين شفين ندرو حرف تي ونطمو العجينة في الأطراف على حسابه نطلحوها الفوق كما راكم تشاهدو توجوغ نطلعو الفوق كلابات باش تجينا الحبات عناه واقفة ما نجيش حبطة هنا راني نرقق فيهم باش ما يجونيش سمان وبعد نعطي لها الشكل هادا كتاع العريش ندورهم كامل في اتجاه واحد باتجاه عقارب الساعة كما راكم تشوفو حبت عناه نكملناها نروح نديرو حبه واحد اخرى سريعا اشتركوا في القناة كما راكم تشوفوها في السنيوه نلاقي كل حبه معاخدها باش ما يفتحو الناش في الطياب شوفو هادي كاني شايدتها بسنيوه ولي منجي هارم هيك نشدها مع بعضاهم باش ما يفتحو الناش في الطياب كملت كامل حبيبات تاعي كما راكم تشوفو ندخلهم يطيبو على فرن نسخد من قبل على ميتين درجة من تحتاك يطيبو نحمروهم شوية من الفوق ماشي بزاف نسحقوهم بيوضا شوية ونبدأ نخدمو الطليا بنسبة للطليا بنسبة للطليا نحتاجو تنين باية بيت تنين حبات ليمون يكونوا كبار لعاصر التحو بنحتاجوه نحتاجو كولوغو انا راح نديروهم في واحد كمشتو واحد الكريفات هكا كمشتو واحد الكريفات استعملت هاد البوني عندنا ما زهر صادية بونش هنحتاجو وعندنا زوج باكيت تاع السكر غلاسي نخلطو باية البيض مع جوت سيتخون كتروا لها القارس باسكو جيبنينا بالقارس هندي زوج حبات الكبار وش ندير هاد الخاليط نطمو بالسكر غلاسي وإنما تصدروا لكم زوج بتاع السكر غلاسي بعد كده تشكر لكم كهرة وش تديرو تباو تعجنوا فيها نحن نحن نديرو نحن نتغير نصف الكميه نحن نحن نتغير نصف الكميه النصف الكميه باية السكر غلاسي وحبات عرص وحبات عرص نحن نتغير نفس الكميه كنت قادرة انا نضج باكيت لهنة ونسبق في البيضة بعد ان نحن لونها ونخدم خدمة نقية لا تحتاجون باكيت سكر غلاسي زوج حبة قارس وزوج بيض كنت تحصلوا على هاد الكرة كما راكم تشوفوا تعجنوها مدة دقيقتين هكاك حتى نتولي الليس هدي هي طريقة لي تخلي الطليتاكم طرية ومتيبس لكم ش عشرين يوم تبقى طرية مول ما عجنتها راني نحل فيها بالمازهر حتى نتحصل على واحد الخالد كي ترموها هكا يا من يدكم تحصلت سهره ويتقطع ما لازمش يهبط لكم شروره وكان يهبط لكم شروره وكان نديروه فوق الحباره يشتاعكم راح تجيكم شفافة باش انت فاهموا لازم قدنا نتحصلوا على خالد يكون يهبط ويتقطع ولو كانتنا نورمال ديرو بزاف مزهر يعني يغلبكم زيتو شوية سكر غلاسي يغربلوه من فوقها شوية سكر غلاسي هاوليك الكولاغان يعني باش نقول لكم موش من مار كادرتها لادت هذيك تحبات بخوتع تالي مكاغو اللون مكتوب بني شعبش نوردوه بايكم ديروه بزاف ديرو نقطة نقطة ولا زوج نقاطي تكفيكم شوية انا وبعدوش نديرو نحو نخلطوهم بيدنا والا بهد كوباد ودخل نخلط في هذيك اللون بالنسبة اللي المتوفرش عنا ديرو اي ماغون اي كولورو رنباء ماغون ديروه 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 اذا كان نحن نقلاسيهم انا هدية طريقتي في القلاساج نحط فوق الجفنة ونعود نرفضهم هنا كانت شوية تقيلة طليار وماركتها كي كنت نحبط لغسلها قطيراتها مزهر بل يكن يحسبوا الطريقة صعيبة احنا عنا نشرح لكم هكا بزيف بش ما توقعش في الأخطاء هدا ما كان سينا ما كاش حاجة سهلة كي ملعايش مديرت بفرشي طورة ما نخبط فيها نحطها فوق الشباك هكا ونقعد نخبطو فيها شوية ماشي ببسكوكانت خبطو فور تكسلكم حبة نهبطو هدا كالزايد ونحطوها تنشف شوفوا كي ما رأيكم شوفوا أنا جزت لها لما ظهر ناس اللي عجبتهم هديك العاكولار هادية دير هادية اما بالنسبة للناس اللي حبت الدير هديك تعلي ياسمينة تخليها بيضة عادي اللي حبت تعرف وين يتباعوا هادو كل الورود اللي ما تعرفش تخدمهم روزكي امبالاجي بيحهم وجدين الورد على العريش اشكال وانواع اللي بلي بالديكوراسيون فلوغان ماشي سعلا لازم الهسطاج وكامل و لازمناها بزاف عادي اللي كان لي يخدموا الوراشات يعلي يعلمون البنات اللي لقاتو ويحرفوا يديروا الورد بصح ما يخدمواش يقول لك ما نخدم لقاتو كامل ونزيد لا ديكوراسيونة على اللي فلغ بزاف ما يروحوا يشروه واجد ما نقري يعرفوا يخدموه نعرف بزاف بنات يعني انصار مشي بنات كانوا يديروا هاكا نلسق لهم هادلي فلغ كي ما قلت لكم هادو ما فيهمش هاديك العتيج من تحتالة بي عران نلسق فيهم ذو كاف طليا هادوك اللي فيهم العتيج نخلوه حتى ينشفوه باش نلسقوهم دوك تشوفو كي ما البيوضة هادوك خليتهم كي ما لكم تشوفو نشفو ريلا كاملة واجيت نديرهم هاد الناكخي اه ابيض ذهبي مشي ذهبي برك ابيض ذهبي هازم يكون البيض ايبريي بالذهبي طعما جيك كيك ندير هاكا بالبانسو نمسحهم وبدن نحنهم الزايد من تحتا يعني كما نقولون نقوهم هادي اسموها العفينيسيون ونحنهم بالموس ونقوهم بالموس تعنا بالنسبة للحجم تعليكي ساعد قولوا نهم الكنز ساعد قولوا نحب علي شجي كبيرة كما كم تشوفو كيف كيف كمت الحلوة تاعي كما راكم تشوفو راح نلسق لها هادي كلياسمينة قطلكم شوفو فيها راتيج من تحتا طويلات ما نقدر نلسقها امور ما تنشف الحبه موسيقى كيف ستكون عجبتكم الوصفة تاعي لنهار اليوم ساعدتكم حلوية تقليدية قطلكم راح ندلكم التشكيلة من الحلوية التقليدية والعصرية جو شابين جو بنان طليقا فيها القوة في السيطران جا غالب فيها تقول لكم تاخذ سيطرانة تلما ببنان محشين بهذا كل اللوز متمنى تجربوا هاد الوصفة تاعي دخلوا لي كل عدد تعليقات التيعكم اراءكم في الوصفة قلكم تهلا بزافر وحدكم نشوفكم ان شاء الله في فيديو مقبل والسلام شكرا للمشاهدة